اشتركوا في القناة وقسموا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويلبي تطلعات أبناء دول المجلس حاضرا ومستقبلا ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ثم طلع المجلس على تقرير مرفوع من سعادة وزيرة الصحة حول آخر مستجدات ظهور جدر القردة في بعض البلدان حيث اطمأن المجلس على خلو مملكة البحرين منه وكلف وزارة الصحة بمواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطورات التقص الوبائي عالميا والاستعدادات للتعامل مع أي مستجدات بهذا الشأن كما اطلع المجلس على سير العمل في المرحلة الثانية من مشروع مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي والخطط المستقبلية لوزارة المواصلات والاتصالات في مجال النقل الجوي والبري وآخر مستجدات جسر الملك حمد ومراحل العمل في مشروع ميترو البحرين وذلك من خلال الإجازة الذي قدمه سعادة وزير المواصلات والاتصالات بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية التشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الفضاء المصرية والتي تهدف إلى وضع إطار عمل تعاوني ثنائي في مجالات الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية وتبادل المعلومات والخبرات مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وأكاديمية ألبرتينا في إيطاليا والتي تهدف إلى تشجيع التبادل الثقافي والتعاون في مجالات الفنون مذكرة اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن طلب الموافقة على تنفيذ 19 مخططاً معتمد وفق أحكام استملاك العقارات للمنفعة العامة بمختلف محافظات المملكة بهدف توفير المساحات اللازمة للتنمية العمرانية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب بعد ذلك أخذ المجلس علماً من خلال التقارير المرفوعة من ساعدة وزير المواصلات والاتصالات بشأن المشاركة في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية ترجمة نانسي قنقر